وبعد كده لعبنا النادي الاهل ماتش ودي فين بقى لأكتبوه في النادي الاهل في النادي الاهل كان موجود كان سنك كم سنة ساعتها كان تريت بقى عندي 13 و 14 سنة كده كان لسه جسمك قليل بقى كنت بقى براس حربة يا كابتن تلعب ايه؟ كمان راس حربة كمان ازاي؟ انا الجنب بتاعك كان طيارة جنب ايه؟ كان طيارة كابتن الجنب بتاعك كان طيارة يعني كنت مهار يا كابتن براقص وكده واشوك وبتاع والمؤسسة اللي الفرقة كانت بالنسبالي يعني علاقات دي فكانوا بتديني الكرة أنا بس لاني وانا اللي بتديني انت عن طرق انا انا فريت شاوي بتاع الفرقة فكان موجود المرحوم ومكاتم صالح السيين وكابتن الأمر بسلامة اه طبعا ربنا يديلو الصحة والعافة يديلو الصحة والعافة فوانا معادي كده خلصنا الماتش عمالك الماتش عالمي يعني لاب علي أربع سردباكات كان من دونهم على العب صادق عمالتوا في الماتش ده كسبونا واحد سفر او تعديمنا سفر سفر حاجة كده بس انا كنت ايه يعني اللي موجود في فرقيتين حاسس بقى ان انا كويس اه 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 انا معادي قال لي تاسمك ايه وقتولي اسمي البدر البدر رجب وكده قال لي يا عالي السرعة فنادق علي قلتولي يا ريتكت قال لي خلاص انت فنادق علي قلتولي ازاي كابتس ده انا جيت الاختبارات مدخليش من عالباب قال لي ازاي قلتولي والله يا كابتس ما ده قلول جسمها صغير بتاع مهم المؤسسة العملية كانت فرع للنادي الاهلي زي تحدي العباسية كده اه زي اكاديميات بس اه اكاديميات كده فكابتن مصباح سين بعد كابتن فرج قال له هات بدر وتعيننا المكتب كان موجود عم الجمعة سرحان برطا الله يرحمه برطا اه الله يرحم الله فجابولي الشب اللمون ده يا كابتن ممكن عندنا اللمون بتعصر بالإيد جابولي بقى اللي مضروب في الخلاط ده النادي الاهلي بقى وقعد على كرصي قطيفة وكده طب الساني بس ابي مخش على اللمون بالخلاط دي اصلها قصة انت لوقتي لما كابتن قلت سينما قالك انت عاوستلع في الميدايد يقول له اه عملت ايه وانت ماشي روحت بعد كده ولا عملت ايه لا روحت عالمكتب مع كابتن مصطفح سين وقدمت له المستخرج لا مفيش مستخرج كل حاجة انا متقايد انا مقايد في المؤسسة العملية كنت لسه مقايد ايه فكابتن مصطفح هيخلي كابتن فرج يجيب الاستغنى حلو ايه واما تكلموا كده تاني يوم بقى عشان يجيب له الاستغنى ويجيب له الصور وشهدت الميلاد وانت مروح على البيت لك انت هتلعب في النادي الاهلي كنت مستوع بالكلام ده لا كابتن انا مش مستوعب شوب اللمون الاول هستوعب بينادي الاهلي طيب خلينا في اللمون طيب خلطات عن جنة كله عصيري هدوي جميل فده بقى مشبر وحاجات كده وبعدين الكابتن مصطفح عدلي عشرين جنيهات عشرين جنيهات جنيهات اه فقال خدي ابني ديه روح البيت وبتاع فالطلوس دي دلنج مرقبة عشرين جنيه ده كان السنة كان كانت سنة حاجة وسبعين تسعة وسبعين تمانية وسبعين كان الجنيج ليه يا كابتن بقولك والدي كان بيغر اتناشر انا كان بالنسباني انا اكتر من والدي مش عارية فانا بقيت غني بقى خلاص ما شربت اللي مو بحاسيت بيه انا يا كابتن مش مستوعب ان اللي بيحصل قداما انا في المؤسسة العلمالية بفيش كافتيريا كانش في كافتيريا فانت بتقعد على الارض في الملعب انت قاهد على كرسي وقعد في وسط الناس حاجة يعني قدروك يعني اه قوي فبقيت عايز الحب في النادي الاهلي وانا اهلاوي بتبعت وانت من صورك اهلاوي والاسرة كلها اهلاوية لأ والدي كان زمالكاو والله الحم والله الحمو يا حسيني لغاية تم ملعبت مارش الريطة البنية بقى اول ملعبت في النادي الاهلي اه ابنه يعني فروحت البيت للحجة والحجة انا بقى في النادي الاهلي وبتاعه ازاي وزاي والدي انت جبت الفلوس من ايدي اه انا وانا حروح اجيبها من ايدي انا باشتغل من الكورة انت كنت عامل جامعية اه ازاي عشرين جنيين انت جبتها من ايدي وانت لسا عايلة بقى اه اتخد اه ابنه مشكلة كبيرة جدا ابنه جاب الفلوس دي من ايدي عملت الصلاة بالكابت المفرج لغاية اما عارف ان الكابت المصدر حصين هو اللي ادينا اللي ارحمه فقال لي يا ابن من دلوقتي اعين فلوسك فلوسك ليك لغاية اما اتخلص تعليمك وتطلع من البيت ده انت ملزوم مني كل اللي جايلك ده بتاعك انت ليك ازاي احنا واحد يا بابا وبتاعه وانا وانت ايه وبتاع وانا كبير وشكبير وانا عند رفاشة السماء اساعد وقال لي لا ما ساعدش انا انا انت مزوم مني فكت ناس عندها مبادئ وقيم اتربين عليها كابت المصدر وروحت بقى النادل اهلي وكملت و طيب لما روحت البيت بقى كده واقعدت كده بيدك وبين نفسك فالقودة كده تعال عاستير وعمل كده ايه اللي انت فكرت فيه كنت بزيع المطشات اكت كنت بتزيع؟ بزيع المطش ازاي تزيع المطش؟ يعني بدر الرجب لعيبها الخالق قدالله مش عارف لعيبها المين قاعد عمال قاعد في بزيع المطش متخيل نفسي ان انا بالعب والتليفزيون انت متخيل يعني؟ اه بتخيل بزيع مبارونا فيها بقى وشوطة جنب العرضة بجوار القائم وحاجات كده كنت بتختار مين من اصوات بتاعت المعلقين؟ كابتن لطيف ولا حسين مذكور ولا علي زور لا يا كابتن علي زور ملعوبة يا ابن اه تفاكر ايه؟ حاجات كده فكنت بحب الكابتن علي زور اه فكرت بقى انك انت رسمت لنفسك واحلمت انك بقيت خلاص فتي من نادي الاهلي اه مين كان الجيل بتاعك يكن ملعب معاك في الفترة دي؟ كان علي عبدالصادق تأسير بادوي جيل اللي هو لعب ماش تلاتة تنين لا انا بتكلم على الجيل اللي هو انت ملعبش ناشئين في النادي الاهلي؟ بحبت؟ طيما انا عاوز اعرف الناشئين اللي كانوا معاك مين؟ اه علي عبدالصادق اه علي عبدالصادق تأسير بادوي شمس حامد محمد السيد حسام ابراهيم الحقوني محمد سعد احمد جمال ضيعب صمد استرساوي اه ممكن انسى الناس يسمحوني يعني لكن ده اكتر الناس اللي انا فاكرها عادت كم سنة في الناشئين؟ عادت لغاية سنة 82 عادت كم سنة في الناشئين وطلعت درجة هولها سنة 82؟ طلعت اتأيدت في افريكا 82 اتنين وثمانين؟ كنت بيقيدوا من الناشئين لو انت فاكرت اتنين لعيبة كنت انا وتتأسير بادا اول اتنين اتأيدوا طيب